اشتركوا في القناة ام البواقي سوق هراس قلمة قسنطينة ميلا سطيف برج بوري ريج كذلك على وجه الساحلية لكل من جيجل وولاية سكيكدا بكمية تطرح ما بين العشرين الى غاية الربعين ميليمتر اذا الامطار ستستمر حتى خلال يوم الغد تقريبا على كافة المرتفعات والهضاء باحتمال كذلك لتساقط بعض حبات من البرد امطار على شكل زخات العادية معتبرة ان شاء الله اما على الوجه الساحلية سحب ستنتشر اكثر كثفة على المناطق الوسطى والشرقية احتمال كذلك لبعض الامطار بالجنوب اجواء مغشات عادة سحب سفلة كثيفة ستنتشر على الصحراء الوسطى الحدود المالية الجزائرية كذلك منطقة تندوف احتمال لبعض القطارات من الامطار مع زوابع عملية ستنشط على اقصى الجنوب وكذلك الهضاء بالعليا الغربية خلال هذه الليلة وخصطا صباحة الغد ان شاء الله مقاييس ما بين 12 الى غاية 19 درجة الوجهة الشمالية 20 درجة على بشة 20 درجة على تامن راسة وجانت 27 درجة على الصحراء الوسطى اما خلال ظهيرة الغد ان شاء الله درجات الحر القسوى ستعرف ارتفاع خاصة الوجهة السحيلية والمناطق القرب على السواحل اذا ننتظر 29 درجة على العاصمة 30 درجة على وهران 17 درجة فقط كالدينامي قياس على ولاية الجلفة 30 درجة على بشار 33 درجة على تامن راسة تصلغي تلوحة 40 درجة على اقصى الجنوب البحر خلال يوم الغد يبقى هادئ وجميل على السواحل الوسطى وكذلك الشرقية لكن قليل اتراب على السواحل الغربية ريح معتدلة تصلغي تربعين كيلومتر في الساعة وقت غروب الشمس اليوم الغد ان شاء الله على مصال عاصمة سيكون به حول الله في تمام 36 دقيقة اشكركم على المتابعة ونسي طيبة للجميع في امان الله